عبر سكايب ومن بغداد ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسيات دكتور قحطان الخفاجي ومرحبا بك دكتور يعني أصابيع معدودة تفصلنا عن الانتخابات حقيقة والتي تأتي مختلفة طبعا عن خمس تجارب سابقة الأحزاب القديمة والجديدة تتبع تكتيكا جديدا وهو الاستقلالية بعيدا عن التحالفات كيف تتكيف الأحزاب مع مزاج متغير لدى الرأي العام أعقب احتجاجات تشريم تفضل حياكم الله وحيا لقناة وحيا المشاهدين الكرام أهلا لك فليس نتيجة لإدراك ذاتي وما يحتاج العراق من ترتيبة سياسية تخرج العراق من مأزقها بقدر ما هي عملية تكيفية ذاتية مع متطورات دفعت باتجاه أحداث تغيير حقيقة في العملية السياسية برمتها وبالانتخابات على وجه التحديد وذلك عقب حراك الشعبي وثورة التشرين وبالتالي التغييرات أو المناورات التي تحدث هنا وهناك والتي نراها بأحزاب شكلية ما هي إلا صورة أخرى أو انعكاس إلى أحزاب أخرى أكبر وأكثر فاعلية وبالصح حيتان الفساد في العراق تشضت إلى أحزاب صغيرة لكي تبدو أن العملية السياسية تماشت مع احتياجات تشرين والحقيقة غير ذلك تماما الحقيقة هي التكيف أذل أحزاب مع متطلبات والمتغيرات حلها تخرج بنفسها لتكرر ذاتها وأشكالها وتدور النفايات نعم يعني الدكتور وزراء سابقون ومنشقون عن طيارات معروفة وكيانات اقتصادية وصناعية وتعليمية أيضا كما ذكرت قبل قليل دخلوا بعناوي شبابية وإصلاحية مختلفة هل يكفي هذا الأمر لطمأنة الشارع وجذبه إلى صناديق الاقتراع؟ بالتأكيد لا الذي يقنع الشارع والذي يرضي الشارع هو إحداث تغيير حقيقي في آلية الانتخابات بدلا بقانون أحزاب سياسية قانون الانتخابات المفوضية التي أسست على أسس محاصصية طائفية مذهبية، السلاح المنفلت، حساب الفاسد ومحاسبة الفاسد ومتابعة الأمور التي أخلت بالبلد متابعة الذين أساءوا إلى ثوار تشرين وواحدة وفيهم هذا الكم من القتل كل هذا يجب أن يكون هو الحقيقي العنوان الذي يمكن أن يطمئن الشارع على مشاركة في انتخابات حقيقة أما تغييرات شكلية طفيفة وتكيف ذاته مع حزاب مستفحلة ووجود سلاح منفلت ووجود اقتباطات خارجية وهناك بالفصائل المسلحة اشتركت في الانتخابات كما هو معروف إذن نحن أمام أضحوك على الذقون وليس تغييرا أو تحسن لوضع ممكن ينتج حالة إيجابية نعم، دكتور الفصائل المسلحة أيضا ستشارك في الاقتراع يعني حزب الله وكتائب الإمام علي وجند الإمام أيضا وغيرها من التيارات الولائية في مقابل حراك تشرين الشعبي الذي يبدو أنه ثابت على ثلاثة قوى أساسية يعني ما هي التقديرات إزاء هذه الخارطة التنافسية؟ هذه مشكلة كبرى أن يكون لأحزاب تملك ميليشيات عسكرية بل ميليشيات في تكوينها الذاتي ميليشية وارتباطها الخارجي أيضا واضح ولا إليجيات أخرى أن تشترك في انتخابة وطنية هذه حالة غير موجودة في مجتمعات العالم أجمع للمتقدم والمتخلف ثم أن هذه الحراك وهذا العطاءات الإنسانية للشعب العراقي لم تذهب سدى أمام رغبة أحزاب سياسية وميليشيات أن تكرر ذاتها أتوقع إذن هذه الرغبة للأحزاب السياسية والقوى المسلحة بالاشتراك تؤكد على أن لا رغبة حقيقية للجهات الرسمية بإصلاحها العراق وسنكرر الأخطاء ذاتها بدءا بالتزوير مرورا بسيطرة السلاح ووصولا إلى إبقاء حيث عن الفساد على قمة هرم السلطة في العراق نعم أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر